يسعد اواتكم اصدقائي متابعين القناة The Future Coin فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمية اذا اول مرة بتشوف هاي القناة او اول مرة بتشوفني انا عبدالله شحادة متخصص بتحليل العملات المشفرة واخر اخبار العملات الرقمية طبا اصدقائي بدل الفيديو راح تكلم عن حرق عملة تيرا لونة كلاسيك بنسبة 1.2% من منصة باينس طبعا يوم اجينا اشعار من منصة باينس عن تحديث عملة تيرا لونة كلاسيك راح نتكلم عن هذا التحديث ورح نتكلم عن الحرق ورح نتكلم عن ارتفاع عملة تيرا لونة كلاسيك قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفاعل زر الجرس حتى يوصلك الفيديوهاتنا الجديدة وانضمنا قناتنا على التليجرام الرابط راح يكون اسفل الفيديو طبعا اصدقائي نقطة بسيطة لازم اوضحها بهاي الصورة الموجودة امامكم عاملين عرض طبعا الاشتراك الدائم زائد للكورس الاحترافي من قبل كان سعر 400 دولار حاليا عرض ليوم الاحد بسعر 80 دولار فقط كل عليك انضمنا قناة التليجرام تواصل معي وادفع حق الكورس والاشتراك الدائم في قناة التوصيات ال فيوتر وسبوت طبعا ورح تاخد العرض لا تفوت الفرصة اصدقائي قبل انتهاء العرض خليكم معنا لبعد الاندرو طبعا اصدقائي اليوم اجانا اشعار من منصة بايننس بيحمل هذا الاشعار تحديث او ترقية لشبكة تيرا لونا كلاسيك طبعا اصدتنا ترقية الشبكة لان يتأثر هذا على تداول عملة تيرا لونا كلاسيك اذا انت عمت تداول فيوتر او سبوت فهذا ما بيأثر هاي التحديث عليك شخصيا او ما بيتم اغزاق صفقاتك او ما بيتم ازالة العملة من المنصة ابدا طبعا كل اللي بيصير انه بيتم ايقاف السحب والاداع الى حين الانتهاء من التحديث طبعا التحديث رح يكون بعد 24 ساعة من الان طبعا طبعا اصدقائي يشمل تحديث توزيع الكود العرضي الي هو 3568 و4095 الما بيعرف هاي الاكواد اصدقائي هاي الاكواد الخاصة بحرق عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا هيتم حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة 1.2 بالعشرة بالمية من كل معاملة بتصير على منصة倍نس كل معاملة بتصير على منصة بايانس فيوتر او سبوت الرسوم الخاصة بهاي المعاملة حتم ازالة1.2 بالعشرة بالمية ويتم حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا هاي اخبار اكيدة اخبار من منصة باينس طبعا على جيد هوب بيشرح شو هو التحديث الخاص بيعون التيرالونة طبعا اول التحديثات رح تكون اصلاح الخطأ المطبعي بواسطة برود نول طبعا والتحديث التاني رح يكون اضافة ضريبة الحرق عن طريق استخدام كود الضريبة للاستقرار الحالي مثل ما حكينا 3568 هو الكود الخاص بنسبة الحرق بنسبة 1.2% اما الكود الخاص بال4095 هي اعادة تمكين التفويض والتغزين طبعا وكلهما اجتاز اصوات الحكمة يعني كل الكود من هاي الاكواد تم التصويت وتم اجتياز عدد الاصوات المطلوبة تمت موافقة على هاي الاكواد طبعا نتمنى ارتفاع كبير يصير لعملة لونا كلاسيك بعد هالاخبار الايجابية لحد الان ارتفاع بنسبة 15% لعملة تيرا لونا كلاسيك شوف اخر فيديو عن عملة تيرا لونا كلاسيك الى حد الان عندنا مكسب تقريبا 22% تثبت وتقريبا 500% او 450% فلوتشر تكلمنا لما كنا بهاي المناطق طبعا تكلمنا عن اختراق للترند الهابط طبعا وفشل الاختراق وصار عندي اختراق كاثب للاسفل وحاليا عندي ارتفاع كبير بعملة تيرا لونا كلاسيك مربح الى حد الان اصدقائي 22% اما بالنسبة لعملة شيبا اينا اصدقائي كمان العملة تكلمنا عليها لان هاي العملة مناسبة للتخزين كانت بسعر 15% لنا ننتظر المشترية بسعر 13% ونرجع منعزز بسعر 11% عند الترند الثاني طبعا الى حد الان اصدقائي عنا مربح تقريبا 17% من عملة شيبا اينا طبعا مرابح سبوت اما الفيوتر بيكون مربحنا 350% مبروك لكل الاعضاء او مبروك لكل المشاهدين اللي اشتروا من عملة شيبا اينا و تيرا لونا كلاسيك لما شافوا الفيديو الخاص فينا شباب نقطة معينة لازم انتكلم عليها بشكل ضروري جدا جدا انا لما بشجع على شراء عملة تيرا لونا او بشجع على عملة شيبا اينا انا مبشجع عليهم للتخزين لما بدا بعيد انا مبقى لك العملة بعد سنة او سنتين انا هتصير بسعر الواحد دولار او واحد سنت نحن مضاربين مضارب بسرعة نخرج بارباح 17 20% 30% من العملة هذا هدفنا كمضاربين تحياتي للجميع اصدقائي ومتمنى الفيديو يكون مهم لجميع الاشخاص اللي عم يدوروا على شرح عن تحديث عملة تيرا لونا كلاسيك هاي نكون وصلنا على هذا الفيديو بتمنى الفيديو كنا لعجابك لا تنسى تشترك بالقناة تفعل زر الجرس تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عام عملة رقمي مع السلامة لكم بخير